اولا كانت قصة يعني شكبالة قصة توقيع النادي الاهلي فيها كتير جدا جدا مش حيئة انت كنت عصرت القصة دي سألني طبعا 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 طب ما تحكي له قطي علا كنت وقف القوضة ولما الله يرحمه عم بحسن حانفي اه مصور النادي الاهلي العظيم دخل صوره ايه اللي حصل بقى احكي له ان هو دخل وقال للنادي يعني مش عايز اقولك بس يعني ليه ليه ما تحكي ده لعيب كويس ولعيب محترم وانا بحبه وانا بحبه طبعا طبعا شكبالة جميلة لكن لكن ما ينفعش يقولك ان انا مش عارف كنت هشجع ولو كنت عادة هدكت النادي الاهلي انت حرقاك اوي هي دي لحرقات هي دي لحرقات ده الطبيعة بتاع شكبالة انا مصدق شكبالة لان هو ده الطبيعة بتاع شكبالة طبعا سنع لما هو ده الطبيعة يروح للاهلي ليه علا عشان نادي الزمالك سعيتها ما طلبوه طبعا ملاح في الاسماعيلي ايه المشكلة يعني هو شكبال مشكلة في الاسماعيلي مع كامل الاحترام للاعيب اتفكر ما رحش ليه دولة عربية طيب ترامل للدير المقفولة لكن ما ينفعش اروح للنادي الغريم واطلع اقول للناس انا انا قلت مش عارف للمسؤولين في النادي الاهلي لو زمانة جاب جون انا هوب احتفل الكلام ده حصل انا مصدقش كامل ان ده ده الطبيعة بتاع شكبال طبعا طبعا القصة كلنا عارفين طبعا حصلت وشفته كنت قاعد معاهم يا عم انا كنت كريب اما في مجالة في الاهلي قصة كاملة يا باشا فاهم انت كنت قاعد انت خضرت حواره مع عدل القاعي يا عم اكلوا قفين قدام بالباب وطلع اتكلم معانا واتكلم مع انا عارف انه وقعت هو احد الاهلي موقعتش اه لكن النادي الاهلي كلم عباوك وباوك رجع مش عفل ستمائة الف دولار بعد كده لما عرفوا النادي الاهلي قال لك هنزود المبلغ شوية لكن مبسطتش القصة مش عفلها مش هبدأ اتصل وده مش عرف اعمال ايه وراحت اتمرنت بالليل في لبس فيني البيضة شو كبال حراء يا عمر انا اتكلم على ان تصلاحات العرب دلوتي الاتجاه ده مش هنالتجاه ده انا انا اتكلم على ان تصلاحات لو سمحت تتكلم عن تصلاحات كهرباء يزيلة احنا من دينها يا عمري انت بتديد تصلاحات كهرباء استاذ علاج طبعا ماينفعش يا عمري انا احنا عادين في دلوحة كل لعيب يطلع في تلزيم الالية الدنيا و الألحة في مصر يعني إيه اللحن في دا لاحابت الأهلي برضو محدش من لعبت الزباك ولا ولا حد حاجة خرجت على الأهلي محمد شحاتة قالك اللي كان فيه مفاوضات مع الأهلي مين دا محمد شحاتة وإيه المشكلة أي عادي يعني إيه عادي يعني يعني أكيد الأهلي فوضوا وإيه المشكلة ومين ملك الأهلي فوضوا مه بس دا تصريح ما أعملش بس لحقه ماشي ماشي. المشكلة في داخل. بس انا انا اقصد لعيبتي لعيبت الكرة مصرية وحاجة زي الفل. مفيش مشكلة انا مش عايز انا مش عايز انا مش عايز كل لعيب يطلع في الفضائيات يحكي القصص وحاجاته او يعمل للسوشال ميديا. احنا اكتشفنا ان الدعم اللي كان بيحصل من نجوم الزمالك للاهل قبل النهاية دورة طالة افريقيا. ودعم جمهور اه دعم الاهلوية للزمالك انا بتاع انا اكتشفنا دكزوبة. ايو لا لا رجعنا تاني التلسين ورجعت القناة الفضائية تاني ده يصديف واحد ويقعد يشعب فيهين الرموز النادي الاهل وده يطلع يهين رموز النادي الزمالك. فين ده حصل فين يا جماعة. حمر انت اشعب. حصل من كهرباء فقط. لا مش كهرباء بس يا عمر مش كهرباء بس فيه ناس. لكن محدش اسأل حصل. يا عمر فين جوم كورة يا عمر بيطلعوا في فضائيات تانية يا عمر وبيتكلموا يا عمر وبيتكلموا في حاجات عيب. عيب جد. ما فيش حد نجوم كورة. انا شاف لعيبة الاهل ولا عبد السماء. ما تقول لنا مين يا سيد. علاقتكم برعب. اسمك كثيرة. وانا كابتن عرفت نصار كابتن السماء حسن. انت ما اتبت. ما تكمل احسر امي يعني يا سيد. ما انت بتقول لي اقول مين. طيب خلاص لا خلاص. انت بتقول لي اقول مين او ولك. انا 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 اتبت فكر حاجة تانية يا الله. لا لا الناس كثيرة لكن الناس كثيرة والله. يا باشا حقكم يقول اللي هو عايزه. يا عمر. لو عنده. يا باشا اسمك. ايه المنطق ان انا ان اهين النادي الاهل او او اينادي زمالك. بيقول حقائقين. ايه المنطق ان انا اسيب رموس في النادى الاهل واسيب واهين رموس في النادى الوزامالك. الليه! انت لي ما تقول سب dot com يا عامر ابهاد يطلع يهين رموس في النادى الاهل دي دي. يا ما اità انتركز一ما الحاجات دي انا رأي. لا الان بيركز فيها. لان التركيز مع الحاجات دي هوا اçonامها اكتر. العشان لازم يكون في وقت الحساب عليها. اسركات انت ما تفقدش حاجات دي ان فيه وقت يبه في اوقت حساب عشان 100 واحد من اي من اي جهة مسؤولة لما ييجي واحد بعد كده ييجي في مرة يطلع في قناة تانية ويدعي المثالية ويدعي ان هو نموذج للروح الرياضية لأ تعالى فقرك من اللي انت اقولته قبل كده لا ان في ناس دلوقتي بتخسل زلوبها عالفضائيات دلوقتي فيه لعبها كثيرة عشان عايزة مناصب في التحالي القورة او عايزة مناصب في حاجات معينة عايزة سعلقة ايه ممكن اقول حاجة بس ممكن اقول حاجة انا مشوفي عشي كبالة تصراحاته بصراحة كانت مرتزنة جدا ايه ايه لازمة ايه لازمة الحور اللي حصبينو مقاوم اي ما مشور انو يقولو انو مش عايزة اخفل نيتو مش عايزة اخفل نيتو بتاوكرة ياعم ايه الحتة دي الحتة دي عم كنت اخفل الحور كل ماذا اخفل مش عادي ده هو احتراماً بقالك احتراماً انا مش عقولو حلو بس يا صدق عمر حتى ما كانش قال حتة التشيرت لو هو.. ايه المشكلة يعني.. لا يا سيبا يقول الحوار كله يا باشا دار رولالد.. طلب تشيرت شكرا.. رولالد.. يبا 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 عشر مش اطلطه هو شكابلة قليلة.. هو شكابلة قليلة عشان تفرحل.. قايا.. انا ماقولك.. لا مش قليلة.. لكن اصد يا عمري.. نقطة زي كده.. انا عدي منها.. لنديد نقطة حسية.. نقطة التقاء اهل وزمالك.. انتوا اللي عندكم حساسية.. لا مش هندينا حسية.. و بالعكس شكابلة.. تصراحته اكثر من رائعة.. والراجل.. تتكلم كويس جدا عن نادي الاهلي.. واحترم.. ماشي.. ماشي يا عمري.. ماشي.. بس في بعض النقطة.. بصراحة.. يعني في.. يعني انا شايف ان لعبت الكرة.. هل.. هل.. هل لعبت الكرة يا كابتان.. يا استاذ علاء.. محتاجين ان هم.. البعض منهم طبعا.. ان هو يعني يراجع قبل ما يطلع في الكافة الفيزيوني.. ويتعمل له مثلا كمسات في كيفية.. بس هي دي امير.. بس انت جبت.. انت جبت النقطة الاهم.. والله العظيم انت جبت.. يعني مربط الفرز زي ما بيقولون.. فعلا فعلا.. عندنا لعابة كتيرة جدا 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 جدا.. لا تجيد الحديث في وسائل الاعلام.. على هو بشرطا.. وده دور.. يعني انا شايف ان مش عايب اوي.. مش عايب ان كنوا عندهم مدير اعمال.. ومش عايب اوي ان لما يكون طلع في برنامج.. اذاكر قبلها.. اذاكر قبلها.. واطلع.. يا عم ده في ناس اسزت اسزت اعلام.. لما بتيجي تتكلم معها.. وعمرة هو اعلام كبير اهو.. وصحف كبير.. في بعض الناس عمرة كي بيطلع منك الاسئلة.. ولا قبل مدوب.. حادي جدا.. انا 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 طلع ضيف.. لو سمحت الدين لابعات للاسئلة.. المحاور اللي هاتتكلم فيها.. المحاور اللي هاتتكلم فيها.. وابتلا جاهز نفسي.. بدل ما اتفاجئنا على هو بسؤال.. معرفش ارد.. او رد يكون جارب الصواب زي ما حصل مع افشة.. وحصلت الازمة.. يعني لو شكبالة.. لا اسف.. لو شكبالة.. واي حد يبطلع فضايات.. خد سكريبت الحلقة.. او خد.. لاسئلة المحاور.. واحد مع نفسه كده.. السؤال ده يرد عليك ازاي.. لا ده يزعل.. ده ما يزعلش.. صح.. ارجع نفسي حتى في الاجابات.. هنببى مثالين جدا.. بس عايز اقولك على حاجة.. او في حوارات.. ساعاتنا بتبقى من غير اسكريبتة.. او من غير اسئلة متجهزة.. يعني انت ممكن من الدرف تطلع منه سؤال.. لا.. من خلال اجابته.. لا.. ده بيكون.. ده بيكون من خلال.. من خلال اجابته.. وابد انت بتتجارف اللقطة.. بتعرف تطلع سؤال.. ماشي.. انت بيكون.. احنا محتاجين مراجعة.. لكل لوائح وخوانين.. كرة القدم بشكل عام.. ومحتاجين.. نوصل لمرحلة الاحترافية.. يعني لابد ان اللاعب عندنا يبقى محترف.. يبقى زي ما بيقول علاقة متفق معافة الجزئية.. انه يبقى عنده مدير اعمال بيدير اعمال.. بالظبط.. يبقى عنده مستشار اعلامي.. ايه المشكلة.. اه بالظبط.. بالظبط.. يدير الجزء الاعلامي.. الجزء الاعلامي لا يقل اهمية.. عن ادارة كل.. كل منظومة اللاعب.. فبالتالي احنا محتاجين نغير قوانيننا.. ونهتم شواب كرة القدم.. ونهتم بان ازاي اللاعب يوصل لمرحلة العالمية.. ازاينا بنشوف نجوم العالم.. بيطلعوا يتكلموا الزبط.. بيقول امتى.. وما بيرد امتى.. وما بيتكلمش امتى.. وحتى التويتر اللي بيكتبها اي نجف عالمي.. محسوبة.. محسوبة.. امتى احنا نوصل للمرحلة دي.. احنا محتاجين نوصل للمرحلة دي.. اللي بيتصرف على كرة القدم المصرية.. وحق كرة القدم المصرية.. تستحق ان تكون في المكان.. احنا مش اعلم من الكرة العالمية.. بس محتاجين ده.. اه.. يا عمر احنا انت لعيب.. نجوم كبار في مصر هنا.. بيعملتوا بتات بعدي تنبي بيبشروها.. اه.. لانه عارف ان هو كده اخطأ.. صح.. فلو هو دارس.. ومعاه مستشار اعلامي.. اه.. هتلاقيه مش يحسب البوط ده.. موت ديش..